شهد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة وتجارة وسياحة انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية بإمارة الفجيرة والذي يقام برعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلال المؤتمر تم استعراض الرؤى والبرامج المستقبلية لقطاع التعدين بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والابتكارات والأبحاث المتعلقة بقطاع التعدين والثروة المعدنية والموارد الطبيعية كما ركز المؤتمر على عدد من المحاور وفي مقدمتها واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وتثمين الموارد المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة ويهدف المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها استكشاف الأبعاد الجديدة في مسح الموارد المعدنية واستخراجها ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية هذا وقد شارك الزياني في افتتاح المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر الذي يضم أهم الخدمات المبتكرة التي تقدمها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والأبحاث والدراسات الجيولوجية